أشايعوا أولئك أهل الخير بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأماجد أحييكم بتحية الإسلام التي أمر الواحد منا أن يحيي أخاه بها فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته حديثي معكم اليوم موصول بالحديث السابق ونحن نعيش مع مصابيح علمية من حياة الإمام القليل ناصر بن مرشد وبعض ولاته الأتقياء العلماء الذين أرى من الواجب أن نعيش مع مصابيحهم إن صاحب العزيمة القوية والحيوية المتوثبة ناصر بن مرشد جعل وقته وقتا مليئا بالعلم والعمل ولقد بيّن في الحلقة الماضية إحدى رسائله إلى بعض ولاته من أقاربه واستمعنا في تلك الرسالة إلى نصائحه الغراء وتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحصيفة وفي حلقة اليوم أريد بمشيئة الله أن نتبين معكم رسالة أخرى وجهها إلى أحد ولاته ويعد أيضا الموجه لهذه الرسالة من كبار علماء عمان ألا وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن عثمان بن محمد النزوي الذي تم تعينه من قبل الإمام ناصر واليا على مدينة اللواء وما اجتمل عليها من قرى وبلدان لقد ابتدأ رسالته بقوله أما بعد فهذا ما يقول المعتصم بالله المتوكل عليه ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب إلى الشيخ الوالي أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن عثمان ثم وصاه بعد ذلك وجميع المسلمين باللزوم على طاعة الله سبحانه ولقد جمعت هذه الرسالة دروسا تربوية متعددة وتوجيهات خالدة ذات أهمية كبرى في حيات كل واحدا منا بل في حيات كل مسلم أولا قوله لقد وليتك على قرية لواء من الباطنة وما تبعها ولواء بلد تاريخي عماني معروف مشهور ويقول الإمام في تلك الرسالة موجها وليه لأهمية هذه المنطقة وأهمية ساكنيها ولأنها جزء من الأرض العمانية الطاهرة لقد وليتك على قرية لواء من الباطنة وما تبعها وليتك على باديهم وحاضرهم وصغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم بالعدل والمعروف ونهيهم عن المنكر المخوف وأن تعمل فيهم بكتاب الله المبين أي أن تحكم فيهم وأن تحيي فيهم سنة النبي الأمين وآثار الأئمة المهتدين وتسير فيهم بسيرة القادة المخلصين الذين جعلهم الله منارة الهدى وقادة الناس إلى التقوى وأورثهم الكتاب والسنة يدعون إلى طريق الجنة وأن توالي في الله وتعادي فيه ولا تأخذك في ذلك رأفة ولا رحمة ولا تخف في الله لومة لائم ولا عذل مجرم وأن تخلط الشدة بالدين وأن تخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أيها الإخوة المشاهدون نقف وقفة قصيرة ثم نعود بعدها إلى مواصلة الحديث معكم أولئك أقمار الهدى ترجمة نانسي قنقر وذكراهم فينا هدى وشرائع أيها الإخوة المشاهدون أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعودا إلى الحديث عن ذلكم العهد أو تلك الرسالة التي بعث بها الإمام ناصر بن مرشد إلى واليه أبي الحسن على لواء وتوابعها وتبين قبل الوقفة على الدرس الأول منها والدرس الثاني لقد اجتملت تلكم الرسالة أو ذلك العهد على نصاح أخرى لا تقل أهمية من الأولى حيث قال له فالله الله يا أبا الحسن فاقتراف الحسنات وإنكار المنكرات بغير تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله في الجد والتشمير وترك التهاون والتقصير وأن تجتهد كل الاقتهاد في إصلاح أهل ولايتك وإصلاح أفلاقهم وعمارة مساجدهم والصفح عن مسيئهم والتجاوز عن سيئاتهم ما وسعك من ذلك وأن تقبض زكواتهم من أغنيائهم بحقها وأن تجعلها في أهلها من فقرائهم وضعفائهم طيبة بها كل نفس أي كل نفس معطيها إلا من وجب جبره ولا يخفى عليك إن شاء الله أي إن لم يدفع من الأغنياء الزكاة فمن الواجب عليك أن تجبره على إخراج الزكاة للفقراء والمحاويج ثالثا ثم ذكره رحمه الله بأشياء تتعلق بخصوصية بعض أفراد ولايته بمختلف قراءها قائلا له فالله الله يا أبا الحسن في التفحص عن فقيرهم وضعيفهم من جميع أماكن ولايتك لتساويهم من مال الله ما وسعك من ذلك ولا تجعلهم يتعسفون إليك من الشغب والعري واجعل بهم أعوانا من إخوانك ليتفحصوا عنهم فإن كثيرا من الفقراء يقصروا عن المجيء إليك من حياء أو ضعف فيقف عنك وهو واقع في ضرر عظيم من شدة فقره وفاقته رابعا وينتقل السياق في هذا العهد الموثق بقوله وقد جعلت لك يا أبا الحسن أن تعامل على صواف ولايتك والصواف هي الأوقاف بمزارعة أو قعادة وقبض غلالها ووضعها في موضعها ما واسعك من ذلك وقد جعلت لك أن تتفقد على الشراط ومن وضع نفسه معك من أهل القرى من مال المسلمين على قبل ما تراه عدلا وقد جعلت لك حبس من يجب حبسه من أهل الأحداث والحقوق على ما تراه عدلا مما حفظته من آثار المسلمين من غير حيف ولا ميل من غير حيف ولا ميل إلى أحد وقد جعلت لك إطعام الضيف النازل على قدر ما تراه عدلا من آثار المسلمين ولا تأتمنى على ما أتمنتك عليه من أمانتي التي أنا أمين لله فيها إلا من هو حقيق بذلك جدير بالقيام بها وبعد ذلك أيها الإخوة تتوالى البنود في ذلك العهد أرجئه إلى بعد هذه الوقفة القصيرة أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهن نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع وعودا على بدء ونحن نواصل الحديث عن ذلكم العهد الذي بعث به الإمام ناصر بن مرشد لواليه على ولاية لوى وتوابعها حيث يقول رحمه الله في وصيته الخامسة في ذلكم العهد وقد اجتمل هذا العهد أو ذلك العهد على وصايا محددة تجتمع في قوله لقد جعلت لك حماية البلاد والذب عن حريمها والعباد وألزمت جميع أهل القرى طاعتك وألزمت جميع أهل القرى طاعتك وحجرت عليهم معصيتك ما أطعت الله ورسوله فيهم وقمت بما شرطه عليك في عهدي هذا إليك فإن خالفت إلى غير ما أمرتك به فأنا ومال المسلمين بريئان منك وأنت المأخوذ به في نفسك ومالك واعلم أنه لا أثرة لي لظالم ولا حيفلي لمسلم بل إرادة إعزاز دين الله عز وجل وإحياء سنة النبي المرسل وإظهار دعوة المسلمين والأخذ على أيد الظالمين وإخماد كلمة المعتدين وكسر شوكتهم وإطفاء بدعتهم وتفريق جماعتهم التي يجتمعون فيها على الحرام وعلى الخوض في الآثام وانتهاك عظيمات الأمور ما استطعت إلى ذلك سبيلا فالله الله يا أبا الحسن اتق الله حق توقاته وخافه حق الخوف ما استطعت إلى ذلك سبيلا قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكم في سيرة هذا الإمام من عهود ورسائل اجتملت على مثل هذه الوصايا الخالدة والتوجيهات والمواعظ والإرشادات ومن أراد الإطلاع على جميعها فعليه بالرجوع إلى سيرته رحمه الله وكم أيضا له من حكم وعظات تدلنا على مخافته من عقوبة الله عز وجل ومن أهمها قوله معاتبا نفسه ويلك يا نفسه لست من أهل هذه الدرجة والمرتبة فلما أن ألبسك الله هذا اللباس على الرغم منك مع علم الله بك إنك قادرة عليه فالبسي أثواب الشكر لله عز وجل يخاطب نفسه وتوكل عليه حق التوكل وتوكل على الله سبحانه وكوني مع الله يكن الله معك ومن حكم منه معاتبا إخوانا قوله إياكم إخواني والإسراف ومطاولة الأشراف والتلذذ بنعيم العاقلة والإهمال لطريق الآجلة واحذروا التفاخر والإعجاب والمباهات للإخوان والأصحاب والحذر الحذر من البطنة والبطر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات عشنا وإياكم مع هذه المصابيح المضيئة فجدير بنا أن نستلهم منها الدروس والعبر لنصلح حياتنا الإنسانية وحياتنا الاجتماعية والإنسان مسؤول بينه وبين نفسه وبينه وبين أسرته وبينه وبين مجتمعه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استضاء بهذه المصابيح وأضاء بها الغير والله تعالى يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل دمتم وإلى اللقاء معكم ومع حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة